دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواءه معقود الحمد لله كلما أشرقت شمس في البلاد الحمد لله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الحمد لله كلما حل عيد من الأعياد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى سبيل الرشاد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأمجاد أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وكل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا ها هو شهر رمضان قد انقضى وآذن بالرحيل وسيرحل هذا الضيف الكريم إما شاهدا لنا أو علينا وما ينبغي أن نسلط عليه الأضواء الكاشفة هو أن العيد ليس طيا لبساط العبادة وليس تحررا من الطاعات بل إنه امتداد للطاعة بعد شهر رمضان الذي نكون فيه قد امتلأنا بطاقة وشحنة نستمد منها عزيمتنا للحرص على طاعة الله وحسن عبادته على مضار العام فمن علامات قبول الطاعة الاستمرار على الطاعة ومن علامات عدم قبول الطاعة الانقطاع عنها والعياذ بالله هناك عبادات كنا نحرص عليها في شهر رمضان وهناك أخلاقيات رائعة كنا نتحلى بها خلال شهر رمضان ينبغي أن نتمسك بها بعد شهر رمضان ينبغي أن يستمر حرصنا على طاعة الله ونفورنا من معصية الله وإياك وأن تتبع إنسانا يتحايل على شرع الله كي يحلل لك شيئا حرمه الله صحيح أن ديننا يسر والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ولكن ليس معنى ذلك أن نتجرأ على حدود الله أن نتعدى حدود الله أن ننتهك حرومات الله ونتحايل لكي نأخذ رخصة معينة ونستحل الحرام كلنا يعلم أن أصحاب السبت حرم عليهم الصيد يوم السبت أفتاهم البعض من باب التحايل على الله عز وجل بأن يلقوا شباكهم يوم الجمعة ويسحبونها يوم الأحد وبذلك لا يكونون قد اصطادوا يوم السبت هذا نوع من التحايل نتيجاته أن الله غضب عليهم وجعلهم قردة والعياذ بالله نأخذ اتصال من الأخت جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل نعمل السؤال لو سمحت فضل شكراً سمعنا شكراً يا أستاذة جنة تفضل طبعاً الأخت الكريمة بتقول أن هي كانت في المنام شافت أن خطبها بيزبح أولاً عايزين نقول أن الضرب والطعن والذبح والأمور دي لا تدل على الشر في الرؤية ولكن تدل على الخير والخير دائماً للمضروب من الضارب يعني الشخص اللي كان بيدربه أو بيدبحه أو بيؤلمه بيقدم له خير فالرؤية ليست مفزعة بفضل الله عز وجل كما ذكرنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون حريصاً في حدود الله عز وجل من المؤسف أننا نتجرأ في هذه الأيام الربى أصبح عند البعض فائدة والرشوة أصبحت إكرامية والخمور أصبحت مشروبات روحية التبرج والسفور أصبح حرية وتحضرة والحجاب أصبح عند البعض رجعية وتخلفة ومن لا يصلي أو من يهمل في الصلاة يقول لك الدين المعاملة والمهم أن قلبي نظيف وبيني وبين ربي عمار نأخذ اتصال من الأستاذ عبدو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا دكتور أهلا بك يا أستاذ عبدو تفضل كنت عايز أسأل حضرتك على التجارة يا باشا تفضل تقصد زكاة التجارة لا يا فندم التجارة أنا مثلا ولنفترض أن أنا رح تشتريت حاجة بعشرة جنية أنا فتح محل تمام فتح محل بجيب الحاجة مثلا بعشرة جنية إزاي أحط المكسب بتاعي عليها مع العلم أن أنا يعني بدفع مواصلات رايح من مواصلات جاي عايزي بخلي رزقي بالحلال يعني مكسبي بالحلال شكرا شكرا بارك الله فيك ماشي تفضل يا أستاذ عبدو الأخ الكريم بيسأل سؤال في غاية الأهمية سؤال في المعاملات الاجتماعية من المعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم وأحل الله البيع وحرم الربا إذن البيع والتكسب بالتجارة في السلع المشروعة حلال بلا أدنى شك ولكن بشروط معينة أولا الإنسان لابد أن يكون أمينا في تجارته يعني أنت تاجر بتبيع سلعة معينة يجب يكون عندك أمانة في بيع السلعة ما تبقاش السلعة مخشوشة أو معيوبة أو فيها شيء معين وإنت تخبيه وتبيعه لكن يجب تكون عندك أمانة لأن التاجر الأمين الصدوق مع الأنبياء والصديقين والشهداء كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجب أن التاجر يكون صادق يكون صادق بمعنى إيه؟ بمعنى أن فيه بعض التجار للأسف ممكن ينفق سلعته بالحلف الكاذب يعني يقول والله دي علي كذا أو والله البيعة دي تكون خسرانة لو بعتها بهذا السعر ويكون اليمين كاذب والرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فبنجد في بعض الأسواق أن بعض الناس بيكسروا من اليمين ويحلف أن السلعة دي حتكون خسرانة عليه لو باعها بالسعر ده وهو غير صادق أو يحلف أن أصلها عليه كذا وأصلها مش كذا وأحيانا يحلف بأيمان باطلة بدل ما يحلف بالله يحلف بالطلاق والعياذ بالله ونحن نعلم أن يمين الطلاق يهتز له عرش الرحمن غضبا على صاحبه سواء كان صادقا أو كاذبا ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذر منه ويقول ملعون 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 من حلف بالطلاق أو حلف به الشرط الثالث الميزان أن أنت لو كانت السلعة بتاعتك فيها ميزان أو فيها قياز زي الأماش بمتر أو فيه أي شيء من هذا الأمر تكون دقيق جدا لأنك لو اقتطعت لنفسك شيء والعياذ بالله كأنك بتطع لنفسك جزء من نار جهنم ويلوا للمطوفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بالنسبة للربح البسيط اللي أنت تتكسب منه واتغط التزاماتك ومصاريفك مصاريف النقل مصاريف المواصلات مصاريف الضرائب العامة الكهرباء العمالة وما شابه ذلك فأنت بتحسب الربحة إذا كانت السلعة مش محددة لأن فيه سلع مسعرة السلع المسعرة لابد أن أنت تلتزم بالسعر المحدد لك في السوق ما تبيعش أكتر من أي محل آخر ده بالنسبة للسلع المسعرة اللي الدولة محددة لها تسعيرة معينة لو أنت بعت أكتر من التسعيرة ولو بشيء يسير تبقى أنت كده كسبت مال حرام لأن أنت خلفت التسعيرة أولا وخلفت قولي الأمر وفي نفس الوقت بتجيب شيء لا تستحقه وأما إذا كانت سلعة اجتهادية غير مسعرة فيبقى ربحك يسير بحيث أن أنت تكون سامح مع المشتري يعني ترحم المشتري ما تزودش عليه ما تجيبش الحاجة تبعها بضعف تمنها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله رجلا سامحا إذا باع إذا اشترى إذا اقتضى وإذا أخدت الربح اليسير اللي يغطيك ويغطي التزاماتك إن شاء الله ربنا حيملة تجارتك بركة وبعض الحكماء بيقولوا تسعة أعشار الرزق في التجارة والإنسان اللي بيتاجر بالأمانة وبالصدق وبالوفاء بالكيل والميزان وما شابه ذلك بيكون ربنا سبحانه وتعالى جار له وبيسعده وبيملة تجارته بركة بفضل الله عز وجل نأخذ اتصال من الأستاذ برهيم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهل والسلام سامعك يا أستاذ برهيم اتفضل بقول لحضرتك عمش يا دكتور والله العظيم أنا بصلي الحمد لله الحمد لله بس ما جيس عد كينو أنا بركع بس أنا بكعتك بركعة بتنسى يعني بصلي أيوة بنسى بنسى بس الحكاة دي بزعلني جدا والله مش عارف أعملها والحمد لله بغدر قرآن وكل حي ربنا يسبتك على الخير إن شاء الله يا حكي إبراهيم تفضل حروض أحياء جاوبك إن شاء الله تفضل أخونا الكريم بيتكلم عن مشكلة بتتكرر كتير وهي الشروط أو النسيان في الصلاة طبعا علشان نكون عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم قال روفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه يعني الإنسان اللي بيسهو طبعا ربنا بيعفو عنه ما بيحسبوش على هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا موضوع سجود السهوة علشان نتعامل في الظروف اللي زي دي فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا بنبني على الأقل لو نسينا في عدد الركعات يعني لو افترضنا إن أنت بتصلي وما أنتش عارف أنت في الرقعة التالتة أو في الرابعة بتعتبر نفسك في التالتة وبتجيب رقعة ربعة حتى لو كنت في الرابعة هتبقى جيبت رقعة خمسة يبقى أنت مفيش نقص في الصلاة فيه زيادة فإنت بتبني على الأقل لما تشك في عدد الركعات أنت في الرقعة التالية أو في التالتة اعتبر نفسك في التالتة وهات التالتة والربعة لو شكيت أنت في التالتة ولا في الرابعة لا اعتبر نفسك في التالتة وبعد كده هات الرابعة وهكذا بتبني على الأقل وبعد ما تخلص بتسجد سجود الساهل أما بالنسبة للشروض أو النسيان اللي ممكن الإنسان يتعرض له في الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن ده شيطان مخصص لهذا الأمر قال زاكى شيطان يقال له خنزب الشيطان ده اللي اسمه خنزب مهمته إنه هو يوسوس للناس في الصلاة يفكرهم بأمور الدنيا يشغلهم بأمور دنيوية علشان ينصرفوا عن الصلاة وما يبقاش فيه خشوع أو تركيس فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية التعامل معه إن الإنسان قبل ما يصلي بيدفل على يساره ثلاثا ولما بيكبر بيستعيز بالله الاستعازة الكاملة بعد دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح اللي بتقال قبل قراءة الفتحة وبعد تكبيرة الإحرام فيه أدعية متعددة لكن اللي انت تحفظه منه ممكن تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات وفيه دعاء استفتاح وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وفيه دعاء استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطايايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايايا بالماء والسلج والبرد وفيه دعاء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إذن كل دي أدعية بتتألف الاستفتاح اللي انت حفظه منها تقوله وبعد كده الاستعازة الكاملة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفسه وفرثه وبعد كده بتقرأ الفاتحة بالبسملة بتاعتها إن شاء الله لا يقربك هذا الشيطان ناخد اتصال من الأخت شاهد السلام عليكم أهلا بيك اتفضلي عليكم السلام أنا سمعك كويس يا ريت توطط تلفزيون كده علشان تسمعيني من توطط شكراً شكراً جزيلاً شكراً شكراً طبعاً الأخت الكريمة بتقول لما باجي أصلي بلاقي أن أنا بشعر أن في حاجة بتمنعني أو تقول لي ما تصليش وده شيء طبيعي أن فيه شيطان موكل بأنه يوسوس للإنسان وطبعاً الشيطان توعد لبني آدم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكلين ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني إذا ذهبت إلى الصلاة أنت رايح تصلي ومتجه للمسجد علشان تصلي تلاقي الشيطان يجي لك من الأمام يقول لك ارجع ده فيه الوقت حان وقت المباراة يلا إلحق علشان تدرك المباراة من أولها أو يشغلك بأي شيء عشان يخليك ما تصليش ومن خلفهم لو أنت والعياذ بالله رايح لمكان يعصى فيه الله عز وجل واحد رايح ملها ليلي رايح حانة خمر مائدة ميسر أي شيء من الأماكن المشبوهة تلاقي الشيطان يجيله من الخلف ويحاول يدفعه بسرعة ويقول له أسرع وحث الخطى حتى تدرك لك مكانا متميزا حتى تكون في المقدمة حتى تكون قريبا من الراقصة وهكذا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم لو جالك إنسان فقير بيقولك الديني صدقة ومدت إيدك في جيبك اليمين علشان تطلع له الصدقة يجي لك الشيطان من على يمينك ويقولك قاعد المال إلى جيبك فلم يبقى معك ثمن السجائر يحاول يشغلك بأي حاجة أنت محتاج تشتري كذا محتاج تجيب كذا رجع الفلوس ومشي المسكين أو الفقير وقول له ما معاياش فلوس فده يجي لك بالطريق الإسادي وعن شمائلهم لو أنت والعياذ بالله قاعد وجنبك واحد على حين غفلة ومعه شنطة أو حقيبة أو محفظة في جيبه ممكن الشيطان يجي لك من على يسارك ويوسوس إليك أن أنت تختلص منه أي شيء خفية إذن الشيطان بيجي للإنسان من جميع الجهات ما عدا الفوق والتحت لأن تحتك ده موضع السجود على الأرض وفوق موضع تنزل الرحمات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان يعني استغفر له موضعان موضع في الأرض وموضع في السماء أما موضع الأرض فهو موضع سجوده وأما موضع السماء فهو موضع صعود عمله الطيب إذن فيه شيطان بيوسوس بالطريقة اللي زي كده وكل واحد مننا معه قرين من الجن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما منكم إلا وقد وكل به قرينه من الجن يوسوس إليه ويدفعه لعمل السيئات قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وكلمة أسلم دي العلماء قالوا في تفسيرها أمرين إما أن هي فعل مضارع أسلم بمعنى أسلم من وساوس الشيطان أو فعل ماضي أسلم أي أنه أسلم واعتنق الإسلام بدعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الإنسان يكثر من الاستعازة من الشيطان قراءة آية الكرسي قراءة سورة البكرة تطرد عنك وساوس الشيطان وتخليك حريصة على طاعة الله الدعاء اللي بيتقال بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لما نحافظ على الدعاء ده بعد كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى يدلنا العزيمة والقوة على المواظبة على الطاعة وعلى دفع وساوس الشيطان بإذن الله إذن الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الشيطان اللي بيقومها هي لازم يكون عندها عزيمة قوية لأن الشيطان بيحاول يحيط بالإنسان وبيحاول يدفع الإنسان للمعصية ويحاول يحجبه عن الطاعة وكمان أحيانا النفس بتخلي الإنسان يتكاسل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نتذكر دايما أن الإنسان اللي بيتكاسل أو يتقاعس عن الصلاة بيكون عقابه شديد عند ربنا سبحانه وتعالى ونتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج السماوية رأى قوما تردخوا رؤوسهم بالحجارة يعني ناس قاعدين كده بيجي صخور وحجارة كبيرة يتضرب بها في رؤوسهم فتنشق رؤوسهم وتنزف دما ثم تلتائم مرة أخرى ثم تضرب مرة أخرى ثم تنشق وتنزف دما ثم تلتائم وهكذا يتكرر العذاب فلما سأل عن أصحاب هذه الصورة البشعة أخبره جبريل الأمين بأن هؤلاء هم الذين كانوا ينامون أو يتثاقلون أو يتكاسلون عن الصلاة المكتوبة وليعلم كل إنسان منه أنه سيبقى في دائرة الضياع والهموم والأحزان ما لم تكن الصلاة في دائرة اهتمامه فالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة مقرون بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فكيف يفلح من لا يصليه الصلاة صلة بين العبد وربه إذا تأخر العبد عن أداء صلاته في الوقت المكتوبة فيه هنا قصر في هذه الصلة التي تعد بمثابة طوق النجاة للعبد إذن الحرص على الصلاة من الأمور التي يجب أن نحرص عليها ويجب أن نقرأ القرآن بصفة مستمرة لأن القرآن يطرد الشياطين عن صاحبه ويصرف عن صاحبه وساوس الشياطين حينما يقرأ الإنسان صورة البقرة يصرف عنه الشيطان ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليكم بصورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني لا يستطيعها السحرة بعد انقضاء شهر رمضان بعض الناس يقصرون في العبادات والطاعات وأولئك هم الخاصرون لأن رب رمضان هو رب شوال هو رب بقية العام لذلك لا بد أن نعلم تمام العلم أن العبادات الرمضانية التي كنا نحرص عليها خلال شهر رمضان لا بد أن نواظب عليها أول هذه العبادات الصيام صوم تصح والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية الصوم فيقول الصوم جنة جنة يعني حماية أو وقاية هناك فرق في اللغة العربية بين الجنة والجنة والجنة الجنة هي الحديقة وأطلقت على دار الخلد والنعيم في الآخرة والجنة هم الجن ذرية إبليس من الجنة والناس والجنة تعني الحماية أو الوقاية فحينما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني الصوم حماية لصاحبه من الشيطان ووقاية لصاحبه من ارتكاب الزنوب والمعاصي أو اللقوع في المحرمات والعياذ بالله المواظبة على الصيام سبب من أسباب دخول الجنة لأن نبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال غرف الجنة لمن أدام الصيام وألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام غرف الجنة لمن أدام الصيام قالوا من يطيق ذلك يا رسول الله من اللي حيقدر يديم الصيام فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا حاجة طيبة خالص إن إحنا ممكن لو صمنا ثلاثة أيام من وسط كل شهر عربي كأننا صمنا الضهر كله فقال من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر اللي هم 13 و 14 و 15 من وسط فقال من صمنا الضهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها إذن إحنا بنصم شهر رمضان أجره بيعادل أجرى عشر أشهر لما نصم من كل شهر ثلاثة أيام يبقى أجرهم ثلاثين يوم يعني كأنك صمت الشهر كامل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فقد أدام الصيام في يوم القيامة في شدة العطش مع شدة الحرارة عندما تدن الشمس من الرؤوس قد رميل حرارة الشمس فوق الرؤوس حرارة الأنفاس والكل على صعيد واحد حرارة الحياء من الجبار حرارة خوف الفضيحة في هذه الحرارة يضمأ الناس ويلهثون عطشا الذي يداوم على الصيام هو الذي يعصمه الله عز وجل من عطش يوم القيامة مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر كان حقا على الله أن يرويه يوم الضمأ طبعا عندما صيام الست أيام البيض من شهر شوال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الضهر كله زي ما قلنا لأن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان صيامه يعادل أجرأ صيام عشرة أشهر طب هي سنة 12 شهر لو رمضان يساوي عشر شهور يبقى لسه قد إيه في السنة؟ شهرين بستين يوم لو صمت ست أيام من شوال أجرهم بستين يوم يعني الشهرين اللي لسه في الحالة دي كأنك صمت السنة كاملة ولا يضرك إن صمتها مجتمعة أو متفرقة يعني ممكن الأيام الستة تصمها متتالية بس بعد أول يوم العيد طبعا لابد أن تفتر لأن الصيام محرم في يوم عيد الفطر ممكن بعد كده تصمها متتالية من تاني يوم العيد لغاية لما تخلصها ممكن تصمها متفرقة تصمها اثنين وخميس أو تصمها متفرقة حسب طاقتك إذن الصيام من العبادات الجميلة التي استمتعنا بها والتي تنظفت وتطهرت بها أجسادنا في شهر رمضان والصيام بيرتقي بالنفس البشرية من الجانب الطيني إلى الجانب الروحي لأن كل نفس فيها جانبين جانب طيني وجانب روحي طبعا الإنسان مخلوق من طين وفي نفس الوقت ربنا نفخ فيه من روحه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين عندنا لما الجانب الطيني بيطغى على الجانب الروحي الإنسان بينشغل بالدنيا عن الآخرة وبينشغل بملزات الدنيا وشهوتها ويبدأ ينسى الآخرة ويبدأ يكون كل همه أنه يجمع رصيد من الأموال في الدنيا وينسى رصيد الحسنات في الآخرة تماما والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يبغض كل جعذري جواز سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار جاهل بأمر الدنيا عالم بأمر الآخرة إن الله يبغض يعني يكره كل جعذري جواز جعذري يعني فز غليز متغطرس متكبر جواز أي جموع منوع يجمع المال ويمنع الصدقات سخاب في الأسواق يعني عالي الصوت كثير الصياح والضغيق بين الناس بيرفع صوته على خلق الله يحاول دايما يزعى ويعلي صوته ويعتبر إنه هو كده قوي مع إن رفع الصوت دليل على ضعف الموقف ومن المعروف إن الإنسان الصديط اللسان بتكون خاتمة سيئة والعياذ بالله يعني يروي أحد المغسلين الثقات ويقول جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله اندلع لسانه وتدلى خارج فمه بصورة بشعة حاولنا أن ندخل اللسان إلى الفم لكننا لم نستطع غسلناه وكفلناه على مضض وبعد ذلك سألنا عن حاله فعلمنا أنه كان صليط اللسان كان يسب هذا ويشتم هذا ويغذف هذا ويغتاب هذا كان يتطاول بلسانه على خلق الله ولذلك دائما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا مهارة تأخذ فيها دورات تدريبية كبرى علمه لنا في كلمات وجيزة دي مهارة ضبط اللسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت المهارة دي بنسميها مهارة ضبط اللسان وبتدرس ويؤخذ فيها دورات كبرى علشان الإنسان يتعلم ازاي يضبط لسانه لأن اللسان ممكن يخدع صاحبه ولذلك الشعر بيقول احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان إن الله يبغض كل جعذري جواز سخاب في الأسواق سخاب في الأسواق يعني صوته عالي وبيتطور على خلق الله وطبعا الإنسان اللي طويل اللسان ده بيحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا تحل لهم شفاعة يوم القيامة قيل ومن هم يا رسول الله قال الطويل والقصير والأسود والبخيل ذعر الصحابة وقالوا يا رسول الله لما لا تشفع لنا وقد خلقنا الله كذلك منا الطويل ومنا القصير ومنا الأسود فقال الطويل هو طويل اللسان الذي يشتم هذا ويسب هذا ويقذف هذا ويقتاب هذا والقصير هو الذي يقصر الوقت بين الصلاطين فيؤخر الصلاة المفروضة عن وقتها بغير عزر حتى يقترب وقت الصلاة الأخرى والأسود هو أسود القلب الذي يمتلئ قلبه بالأحقاد والضغائن والكراهية والشحناء ولا يحب الخير لغيره من المسلمين والبخيل هو الذي ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلوا عليه وسلموا تسليما كيما تنالوا جنة ونعيما إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار أي أنه ينشغل طول نهاره بما يلهيه عن الصلاة حتى إذا ما جن عليه الليل فإنه يرتمي في فراشه دون ذكر لله فهو أشبه بالجيفة ولا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة مهما كانت طبيعة هذا العمل ينبغي أن لا يلهيك عن الصلاة عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة يعني كل همه أن يزيد رصيده المادي من الأموال في الدنيا ولكن لا هم له أن يكون له رصيد من الحسنات في ميزان الأعمال عند الله يوم القيامة وينسى هول هذا الموقف الإمام أبو داود يروي حديثا عن سيدنا الحسن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه الشريفة في حجر السيدة عائشة فنعس فذكرت السيدة عائشة الآخرة فبكت فسال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم فانتبه قال ما يكيك يا عائشة قال الذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله هل ستذكرني وأنا لك الحبيبة بنت الحبيب فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا عائش والذي نفس محمد بيده في مواطن ثلاث فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا نصبت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر أيخف ميزانه أم يسقل وعند تطاير الصحف واستلام الكتب حتى ينظر بشماله يأخذ كتابه أم بيمينه وعند الصراط حتى ينظر أيجتازه أم يهوي في نار جهنم نترككم إلى فاصل قصير ثم نلتقي ونعود بإذن الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال لازلنا نتحدث أيها المشاهدون الكرام عن العبادات الرمضانية التي ينبغي أن نتمسك بها ونواضب عليها بعد شهر رمضان وتحدثنا عن الصيام من العبادات الجميلة التي كنا نحرص عليها خلال شهر رمضان القيام الكل يحرص على صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل ومن المعلوم أن جبريل الأمين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عبارات قال فيهن يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس إذن قيام الليل شرف المؤمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد ونحن في أيام اتلاءات وأوبئة نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعن بلاد المسلمين البلاء والوباء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن المواظبة على قيام الليل تحفظ أجسادنا من الأوبئة تقوي جهاز المناعة وتجعل صاحبها يعيش في صحة دائمة حينما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه مطردة للداء عن الجسد إذن فالمداومة على قيام الليل ولو بركعتين كل ليلة كنا نصلي في شهر رمضان إحدى عشرة ركعة كنا بنصلي ثمان ركعات وتلت ركعات وتر يعني بنصلي حداشر ركعة روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه أنه ما قال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان عن إحدى عشرة ركعة طيب يعني لازم أما يجي أقوم الليل بعد رمضان إن أنا صلي الحداشر ركعة التمانية والثلاثة الوتر لا يكفيك اتنين أو اربعة أو حسب استطاعتك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من استيقظ بالليل وأيقظ مرأته فصلي لله ركعتين ركعتين فقط ما قالش تمانية ولا قال ستة ولا قال أربعة من استيقظ بالليل وعيقظ امرأته عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن الزوج مطلوب منه إنه هو يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر والعكس صحيح لازم الزوجة أيضا تاخد بيد زوجها إلى الطاعة والقرآن بيقول يا أيها الذين من وقوا أنفسكم بس لا مش قوا أنفسكم فقط قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فإنت مطلوب منك إن أنت أهل بيتك ترشدهم للطاعة من استيقظ بالليل وأيقظ امرأته فصليا لله ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات طيب هل لازم أقرأ بطوال الصور لازم أقرأ البكرة والعمران والنساء وطول في القراءة طبعا لا يكفيك أن أنت تقرأ في كل ركعة بخمس آيات يعني الركعتين اللي أنت هتصليهم تقرأ فيهم عشر آيات كده يبقى لك أجر كبير عند ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عشر آيات من القرآن في ليلة كتب له قنطار في الجنة والقنطار خير من الدنيا وما فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة عند الله بعد المكتوبة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم إذن صلاة العبد في جوف الليل لها أجر عظيم تصل بصاحبها إلى قرة الأعين والنعيم المقيم لذلك نلاقي القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يعني كل الناس الوقت ممكن نقول عدد كبير منهم بيصهر بالليل مش كلهم نيمين لكن هل كل الصهرانين متسويين لا يستوون في واحد صهران بيقضي جزء من وقته مع المصحف والمحراب يصهر جزء من وقته من الليلة بين يدي الله ساجدا وقائما في واحد تاني صهران بيتنقل بين القنوات الفضائية وممكن يتابع برامج هابطة أو أغاني خليعة أو ما شابه ذلك في واحد تالت ممكن يصهر يقضي الليل كله على مواقع التواصل الاجتماعي وفي من يدخل على مواقع إباحية والعياذ بالله وفي من يذهب إلى الملاهي الليلية وفي من يتسكع في الطرقات ومن يهدر وقته في المقاهي وغير ذلك لا يستوون أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون لذلك إذا جمع الله الأولين والآخرين في ساحة العرض على الله يوم القيامة نادى مناد من قبل الله أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني أين الذين كانوا يتركون فراشهم بالليل ليقوموا بين يدي الله سجداً وقياماً فيقومون وهم قليل يعني عددهم قليل لأن الذي يواضب على هذه العبادة عدد قليل من الناس هم أهل الله وخاصته فيؤمر بهم إلى الجنة بغير حساب يدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب فيقول بعض الناس أين فلان وفلان وفلان أشخاص كنا نراهم معنا في الدنيا ولا نراهم على أرض المحشر يوم الفزع الأكبر فيقول رب العزة لقد عبدوني سرا فأدخلتهم الجنة سرا حاول أن تحرص على قيام الليل بعد رمضان ولو بركعتين خير الأعمال أدومها وإن قل واضب على ركعتين في جوف الليل كل ليلة وسوف تلمس أثر ذلك واضحاً جلياً في حياتك سيملأ الله حياتك بركة وصحة وعافية وطمأنينة وسكينة والخير كله من عند الله عز وجل من العبادات الرمضانية التي كنا نلمسها بين كثير من الناس الحرص على تلاوة القرآن لأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن نجد كل إنسان يمسك بكتاب الله ويحاول أن يختم القرآن في شهر رمضان سواء في البيت أو في المتجر أو في العمل أو في وسائل المواصلات أو في أماكن التجمعات أو الاستراحات الكل كان يحرص على قراءة القرآن بعد ذلك قد يهجر القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجوراً إياك وأن يمر عليك يوم دون أن تفتح كتاب الله وقرأ ما تيسر لك ولو صفحة ولو نصف صفحة ولو آية حتى إن لم تكن تعرف القراءة افتح كتاب الله وانظر إليه يعني الإنسان الأمي اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب ما يقولش أنا مش معرف أقرأ يكفي إن أنا أسمع أيوة أنت أتخذ سواب طبعاً وأجر من سماع القرآن لكن ما تحرمش نفسك من النظر في كتاب الله ليه؟ لأن عندنا ثلاث حاجات النظر فيهم عبادة طول ما أنت بتنظر فيهم كده بتاخد حسنات إيه الثلاث حاجات دول؟ المصعف الشريف كتاب الله الكعبة النظر إلى الكعبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يهبط في الحرم مائة وعشرين رحمة ستون منها للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين مجرد أنه يقعد بس ينظر للكعبة أو لبيت الله الحرام ده بياخد حسنات بتتنزل عليه البركات إذن النظر في كتاب الله النظر إلى بيت الله الحرام الكعبة النظر إلى وجه الوالدين بحنان أما تنظر لوجه الوالد أو الوالدة بحنان وابتسام بتاخد حسنات من ربنا سبحانه وتعالى إلى وعلى ذلك أن أنت لو أدمت النظر كل يوم تفتح المصحف وتنظر فيه كل يوم تفتح المصحف وتنظر فيه ما تفوتش ولا يوم ربنا سبحانه وتعالى حياقيق من أمراض العيون ويحفظ عليك سلامة العينين ويبقى بصرك سليم حتى نهاية العمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدام النظر في كتاب الله حفظ الله عليه بصره ما بقي حيا أدام يعني يوميا تفتح المصحف وتنظر فيه تقرأ ما تيسر لك عود نفسك يكون لك وقت تتعايش فيه مع كتاب الله عز وجل ما ينفعش اليوم كله يمر بدون ما تفتح كتاب ربنا وتنظر فيه وتقرأ منه ولو آية وتذكر دائما أن القرآن ده حيشفى عليك عند ربنا بعد الموت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار فإذا مات صاحب القرآن انطفأ ذلك النور فيسأل الملائكة بعضهم بعض أين صاحب القرآن الذي كان ينير بيته بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار فيقال إنه قد مات وساعة إذ يصعد القرآن إلى رب العزة فيسأله الشفاعة لصاحبه ثم ينزل بعد أن يغسل صاحبه فيوضع بين الجسد والكفن حتى إذا ما دفن صاحب القرآن وجاءه الملكان الأسودان الأزرقان وأجلساه للسؤال يتصور القرآن في صورة ملك جميل الطلعة فيجلس بين صاحبه وبين الملكين السائلين فإذا وجه الملكان السؤال لصاحب القرآن قال له القرآن لا عليك منهما لا تخف ولا تحزن فإني قد سألت الله أن يشفعني فيك فشفعني إذن اعلم أن القرآن شفيع هيجي محامي يدفع عنك في القبر وفي الآخرة ووقت الحساب إذن لازم تحرص على القرآن البقرة وآل عمران الزهروان سمية بهذا الاسم لأنهما تزهران أي تضيئان لصاحبهما على الصراط يوم القيامة الذي يتصف بالظلام الدامس والسواد الحالك سورة السجدة تأتي ولها جناحان كي تظلل على صاحبها من حرارة وشمس أرض الموقف إذا كان يوم الجمعة تقرأ الملائكة القرآن وبعد أن يفرغوا من قراءة القرآن يقولون اللهم اغفر اليوم لكل من نظر في كتابك من أمة محمد يعني مش يغفر لكل من قرأ آية من كتابك كل من نظر مجرد النظر في كتاب الله عز وجل إذن لابد أن نواظب على جراءة القرآن ولو بورد يسير كل يوم بعد رمضان وطوال العام لأن القرآن نور وفي حل لكل معطلة من العبادات الرمضانية والأخلاقيات الرمضانية اللي يجب نحرص عليها صلة الأرحام دايماً كنا نلاقي كل الأهل والأحباب والأصدقاء يتواصلوا مع بعض في شهر رمضان ويقولوا البعض كل سنة ومطيبين ويحاولوا يتزورهم وإن كنا في أيام وباء وتباعد اجتماعي ممكن يكون التواصل عبر الهاتف أو رسائل وسائل التواصل الاجتماعي أو ما شابه ذلك المهم أن فيه تواصل فيه جو من المودة والألفة والمحبة عايزين الجو ده يفضل موجود بين الأهل والأحباب والأصدقاء والمسلمين بصفة عامة بعد شهر رمضان وطوال أيام العام ويعرف دايما أن الإحسان بيرتقي بصاحبه إلى أعلى المراتب إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والإحسان لا يقتصر فقط على العطاء المادي يعني أنت مش مطلوب منك لو أنت ضعيف أن أنت لازم علشان تصل أهلك لازم تديهم هدايا أو تديهم عطايا أو يعني تعطيهم أشياء معينة مادية لا صحيح لو أنت قادر وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير ولكن لو أنت غير قادر ما تعتقدش أن الإحسان يقتصر على العطاء المادي فحسب الإحسان قد يكون بالمشاركة الوجدانية بالمواساة القلبية تهنئة في فرح تعزية في حزن ابتسامة في الوجه مصافحة عند اللقاء كلمة طيبة الكلمة الطيبة صدقة رسائل تهنئة ووعظ وتذكير ودعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إكرام للضيف لا تسأل ضيفك أتأكل كذا أو تشرب كذا لأنك إن سألته فقد حرمته ولكن قدم إليه ضيافتك دون سؤال لا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة عن سببها لأن الوجه موضع العزة وقد يكون هذا الشخص لا يزال يحاول إخفاءها دون جدوى لا تسأل من فقد ولده عن كيفية فقده حتى لا تقلب عليه الأوجاع والأحزان لا تسأل أحد الزوجين الذين تعرض لطلاق بائن لا تسأله بإلحاح عن أسباب الطلاق حتى لا يعيب أحدهما في الآخر حاول أن تعيش إحساس الآخرين وأن تضع نفسك مكان المتلقي ولا تخدش كرامة أحد ولا تجرح شعور أحد لا بد أن تكون محسناً باللسان العزب وقولوا للناس حسنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أسباب دخول الجنة لين الكلام غرف الجنة لمن أدام الصيام وألان الكلام كن ليناً في حوارك مع الآخرين ولا تغلز عليهم فالله عز وجل قال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظاً قلبي لنفضوا من حولك إذن لين الكلام من الأخلاقيات التي ينبغي أن نتحلى بها غرف الجنة لمن أدام الصيام وألان الكلام وأطعم الطعام اتقوا النار ولو بشق طمره ولو بشربة ماء يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسبه الله فلا يجد في ميزان أعماله ما يدخله الجنة فيؤمر به إلى النار وبينما هو يصاق إلى النار إذ يرى في طريق الجنة بأرض المحشر رجلاً يعرفه كان قد سقاه في الدنيا فيقول له يا فلان أما تعرفني أنا الذي سقيتك في الدنيا شربة ماء فيقول هذا الرجل يا رب إن عبدك هذا سقاني في الدنيا شربة ماء لا يقول أكثر من هذا لأنه لا يملك الشفاعة وإنما يقول يا رب إن عبدك هذا سقاني في الدنيا شربة ماء فيقول له رب العزة إذن فخذ بيد أخيك إلى الجنة فقد شفعتك اليوم فيه وإذا جمع الله الأولين والآخرين في ساحة العرض على الله يوم القيامة نادى مناد من قبل الله على الفقراء وقال لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء فمن كان منهم قد تصدق عليكم بصدقة في الدنيا فخذوا بيده إلى الجنة فقد شفعتكم اليوم فيه إذن لابد في مثل هذه الأيام أن نطعم الطعام ونحسن إلى الفقراء والمحتاجين ونبحث عن الضعفاء والأرامل والأيتام حتى لا يكون الفقير بيننا كما قال القائل يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوطا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها اعلم أن هذا الفقير أنت الذي تحتاج إليه أكثر مما يحتاج هو إليك لأن الله عز وجل فرض له حقا في مالك والذين في أموالهم حق معلوم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فلابد أن تؤتي كل ذي حق حقه حتى لا نكون كما قال القائل أكلوا واشربوا أيها الأغنياء وإن ملأ السكك الجائعون ولا تلبسوا الثوب إلا جديدا وإن لبس الخرق البائسون ويا فقراء لماذا التشكي ألا تستحون ألا تخجلون دعوا الأغنياء ولذاتهم فهم مثل لذاتهم زائلون وأخيرا لا يفوتنا أن نوصيكم بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية خلال التعامل في عيد الفطر المبارك وكل عام وحضراتكم جميعا بخير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التواصل في الأمور والاعتدال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر